أعزاء الطلاب وهذا هو الأسلوب الرابع من أساليب الدعوة للمناهج الدعوية كما عقدنا لها هذه الوحدة الرابعة إنه أسلوب المجادلة أو القدوة الحسنة بينا منذ قليل أسلوب الموعظة الحسنة وكما أن هناك موعظة حسنة فكذلك هناك من أساليب الدعوة القدوة الحسنة أستطيع بيانه في العناصر التالية العنصر الأول تعريفه كما هي عادتنا في بيان العناصر وأيضا إبراز أهميته وفضله وأخيرا نبرز لك عزيزي الطالب خصائص هذا الأسلوب العنصر الأول تعريف القدوة من هو القدوة؟ المقصود بالقدوة هو المثال الذي يتشبه به غيره فيعمل مثل ما يعمل تشبه بالصالحين إن لم تكون مثلهم إن التشبه بالفالحين فلاح وهكذا القرآن الكريم قد أشر إلى أن أسلوب اتباع المثال إنما هو إبراز للتطبيق العملي فالقدوة هو الذي يبعث في نفسي من يراه ومن يمتثل خطاه أثرا إيجابيا أو أثرا سلبيا وقيدت القدوة هنا بالحسنة لتخرج القدوة السيئة فقد يكون الشخص أسوة حسنة أو أسوة سيئة وقد أشار القرآن إلى ذلك يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود فرعون كان قدوة سيئة لقومه ولذلك أوردهم النار والنبي صلى الله عليه وسلم يشير القرآن إلى أنه قدوة عظيمة ينبغي أن يترسم خطاه الدعاة بل البشر على مر الزمن يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده أما عن أهمية أسلوب القدوة فتبرز أهميته في الأساليب التالية أسلوب القدوة الحسنة له أمور وله صور تبرز بها أهميته ومكانته منها أن الله تبارك وتعالى قد جعل لعباده أسوة عملية في الرسل والصالحين من عباده ثم أمر باتباعهم والاقتداء بهم أولئك الذين هدى الله أي الأنبياء والرسل فبهداه مقتده أي أيها المدعو سر على ما كان عليه الأنبياء والرسل تفز في الدنيا والآخرة أيضا من أهمية أسلوب القدوة أن من طبيعة البشر وفطرتهم التي فطرهم الله تبارك وتعالى عليها أنهم يتأثرون بالمحاكاة وبالتمثيل وبالاقتداء أكثر مما يتأثرون بالقراءة والسماع في كثير من الأحيان وهذه حقيقة واضحة أيضا من أهمية إبراز أسلوب القدوة الحسنة أن آثر القدوة عام ويشمل جميع الناس على مختلف مستوياتهم وفي كل زمان ومكان ولذلك أشار إليه القرآن قال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْدًا عِندَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ الآية تشير إلى خطورة القدوة في أنه سيترق أثرا في نفوس المستمعين إما سلبا وإما إيجابا وأخيرا نبرز لك عزيز الطالب الخصائص التي يمتاز بها أسلوب القدوة فالأسلوب إنما يتمتع بمزايا وخصائص عديدة منها أنه سهل وأنه سريع الانتقال يعني المرء دوما يتأثر بالمقتدين بهم وبالدعاة والمخلصين فمن يستمع إليهم أو ينظر إليهم يسهل عندئذ أن يصير على منهاجهم ثانيا سلامة الأخذ وضمان الصحة كيف وقد كان أولئك المثل وهذه النمازج الراقية في تاريخ الأمة من الصالحين إنما كانوا مثلا يسير عليها الناس إن القدوة هو منبع هذه الخاصية فعلى الناس أن يسيروا على منهجي وعلى خطى الصالحين لا سيما في الأمور الدقيقة العملية ففي الصلاة يقول نبي صلوا كما رأيتموني أصلي وفي الحاج يقول خذوا عني مناسككم وقد اقتدى الصحابة ردوان الله عليهم أجمعين برسولهم صلى الله عليه وسلم في شعائله واقتدى الناس من بعدهم بالصحابة في كل ما يأتون ويتركون أيضا من خصائص أسلوب القدوة عمق التأثير في نفوس الناس فهي سريعة لاستجابة الأمور العملية أكثر من استجابتها للأمور النظرية ومن هنا أشارت أم سلمة ردى الله عنها في صلح الحديبية عندما أشارت على النبي صلى الله عليه وسلم بالمبادرة إلى الحلق والتحلل ليقتدي به الناس عملية فكان كما قالت ردى الله عنها والأمثلة في تاريخ الإسلام أكثر من أن تحصى ألا فليعتبر أبناؤنا ويتخذ الدعاة هذا الأسلوب منهجا يسيرون عليه ترجمة نانسي قنقر